شارك رئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ضمن الفعاليات الرئيسية ليوم الثاني من منتدى الشباب العالم في مدينة السلام شرم الشيخ وفي كلمتها أكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى من خلال استراتيجيتها لحقوق الإنسان لتطبيق مفهوم هذه الحقوق بالمعنى الشامل بما يتضمنه ذلك من توفير حياة كريمة للمواطن رغم التحديات الراهنة وأهمها جائحة كورونا